مرحبا وأهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع اليوم نحكي عن شغلة مهمة جدا بتصير للتسوق في كندا اسمها بلاك فرايدي طبعا البلاك فرايدي هاي اجت من أمريكا وهاي بتيجي قبل الثانكس كيفين تبع أمريكا الآن في كندا بدأوا يستخدموا هذا اليوم عشان يعملوا تخفيضات نعتبرها جنونية لا تقارن بالتخفيضات الموجودة في أمريكا طبعا ولو بتشوفوه في أمريكا لكن يعني تعتبر من أحد الأيام اللي ممكن تساعدكم انكم تشتروا أشياء بأسعار أرخص طبعا بدكم تنتبهوا انه عندنا في كندا في أهم ثلاث أيام ممكن تسوي فيها شوبينج بأسعار رخيصة جدا طبعا تنتبهوا للأسعار اليوم الأول هو البلاك فرايدي هذا اللي موجود في نهاية نوفمبر الثاني بكون السايبر مندي اللي هو عادة للشغلات الإلكترونية اللي هي بتكون بعد البلاك فرايدي اللي هو الموندي اللي بيجي بعد البلاك فرايدي والشغل الثالثة اللي هي بوكسنج داي بوكسنج داي اللي هو بكون اليوم اللي بعد يوم الكريسماس اللي بيكون 26 ديسمبر في كل سنة عادة الناس بتشتري هدايا كتير قبل الكريسماس فالبيعين بيضل عندهم شغلات وعندهم ستوك فبيحبوا انهم يتخلصوا منها فبيبيعوها بسعار كويسة بعد الكريسماس لانه ما فيه هدايا صار خلاص بيعتبر السيزن انتهى فبيحاولوا انهم يخلصوا من البضاعة اللي عندهم فهي الثلاثة أيام بتكون تنتبهوا عليها اذا انتو جايين اجداد خاصة لكندا ما تستعجلوا في شراء اشياء كثيرة خليكوا انتظروا لهاي الايام وقد تجدوا اشياء فعلا ارخص وفيه تب مهم قبل ما وارجيكوا البلاك فرايدي في الفيديو هذا اللي جاي فيه تب مهم انتبهو له طبعا زي كل الفلايرز او كل الشركات الموجودة في العالم ممكن يحط لك السعر انه كان ومتين دولار والان نزلناها لمئة وخمسين تابع الاسعار تابع الاسعار اذا بدك شغلة انظر الها مثلا مش مستعجل عليها بدك كمبيوتر مثلا انظر عليه مثلا اليوم بكرة بعد بكرة بعد شهر خلال شهر زمان تابعه بتشوف الاسعار صح هذا التب الاول التب الثاني اللي حاب بحكي لكم انه معظم الشركات اذا شريت شغلة وخلال ثلاثين يوم نزل سعرها بتروح بالسعر الجديد والفاتورة اللي معك وبتاخد الفرق بماما انا مثلا انا شريت كمبيوتر كان سعره مثلا خمسمائة دولار وخلال شهر نزلوه على عرض صار أربعمائة وخمسين بقدر اروح وبطالب بالخمسين دولار رجعوا لي اياها باك خليكم مع هذا الفيديو اللي وراه عشان اورجيكم شو هي الاسعار والتنزلات في البلاك فرايدي طبعا زي ما حكينا هون انه فيه ثلاث انواع على الديلز او الشغلات اللي ممكن تنزلات كتير قوية بس بتروح على جوجل بتكتب بلاك فرايدي ديلز كندا طبعا لما تكون الرابط على الوقت في هون ديلز كويسة بتلاقيها بس انا بحب هذا الموقع اسمه ريد فلاك ديلز هذا مشهور الموقع بعطيك كل الديلز بكل الاماكن تقريبا اللي موجودة زي ما انتم شايفين هون مستفصل لك يا هون بس باي عنده بلاك فرايدي جوجل عنده بلاك فرايدي اي باي شوبرد راك مارت مايكروسوفت هادسن بايز بلايستيشن ستورز وهون عندك بالفلايرز يعني تقدر تشوفهم بالفلايرز هذا بس باي مثلا هاورجيك ولا بعض الفلايرز مثلا هاي بالتلفزيون مثلا 4K هذي بس باي شو عنده شغلات فعلا رخيصة يعني اه واقع هون فلايرز مثلا هذا في كينيديان تاير عليه تنزيل خلينا ندخل احد هاي اللي فلايرز مثلا حتى هون جين تايجر مثلا هذا يعني هلين نضغط عليه جين تايجر محل كيندي مشهور هذا عنده البلاك فرايدي ديال لا شكرا هاي الشغلات اللي موجود عنده رخيصة هاليومين و هذا الله سعرها كويس برضو سعرها كويس ففي اشياء بتلاقيها فعلا رخيصة وبتستاهر انك تشتريها احيانا فيه شغلات بتوصل لخمسين بالمية تنزيل طبعا البلاك فرايدي زي ما حكينا هون مز زي امريكا لكن عندهم كرش د دورز بسموها هاي اللي بدخل اول بوخد اول فيه عنا بس قليلة جدا الكندين ما مشت معهما الطريقة خلينا ندخل بست باي مثلا ورجيكو هذا الفلايرز تبع بست باي هاي الشغلات اللي منزدينا يعني مثلا هاي البلاي ستيشن ولا ما انا عارف ايش اكس بوكس بنزلين منها 120 دولار هذا الامازون الايكو بنزلين منه 20 دولار هو حق يعني نصف تقريه نصف السعر السيرف هذا بنزلين منه 200 دولار ففعلا فيه اسعار نازل كويسة يعني خلينا نشوف مثلا هذا هذه التلاجة بنزلين منها 200 دولار فصير حقها الان 799 مثلا هاي هاي بنزلين 100 دولار صير حقها 250 دولار كانت 350 فالاسعار زي هيك يعني البلاك فرايدي يعني انا بتوقع انه وقت جيد للتسوق اذا انتو حابين فعلا تتبضعوا اذا انتو عندكو محل معين او مكان معين تقدر تكتبوا عليه تكتبوا في الجوجل اسم المحل ومثلا انا بدي اشتري بريكس هذا محل مفروشات في كندا اوكي وبدي احكي بلاك فرايدي بلاك فرايدي بلاك فرايدي هاي زي ما انتو شايفين طلع الليدة بريك خلينا اشوف الفلاير تابعه شايفين بلاك فرايدي يعني حتى لو ما طلع لك غاد وانت عارف وين بدك تشتري بتلاقي الفلاير شوية اوه تحت سوري هاي فرايدي سيلز مثلا هاي كل يات هب بألف دولار الان بتدار تخدها بالتقصيد تبع عشرين دولار بالشهر هاي تلاتمية تسعة تسعين نازل متين واربعين دولار ناقص يعني فا يعني البلاك فرايدي اعتقد انه اوه عدول الغسالة والنشافة تمنمية وسبعين دولار وبتقدر تقصتهم تمنتاشر دولار بالشهر واو هذا المايكرويف بس تسعة تسعين دولار هاي الغسالة التلاجة حوالي 600 دولار بتقصتها ب 12 دولار بالشهر فعادة يعني صراحة اسعار كويسة يعني ما يبديش اعمل انا زي ادفرتايزنج لما حلها واشي بس هادي مثال يعني اذا بتحبوا انتم شوفوا هاي الصوفا واو 850 دولار اه اه باور هيد ريست مش عارف شى اني شى بسير فان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو تابعونا في الفيديوهات القادمة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد